السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث منتشراً والجدال محتداً بين المسلمين بشأن طبيعة الحكم في الإسلام وما يتفرع عنه على هذا الأمر أقيمت الندوات ونصبت المناظرات بل وربما أسيلت دماء فما طبيعة الحكم في الإسلام وما خصائصه وما أبرز مقاصد الحكم وغاياته في التصور الإسلامي حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من برنامج مقاصد أرحب بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء الجديد قبل بدء الحديث في هذا الموضوع دعوني أرحب بضيف الحلقة الدكتور وصف عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية مرحباً بكم مرحباً بك أستاذ أستاذ المشاهدين ثم تتدخل بطبيعة الحال في هذا الموضوع بين عدد من المصطلحات منها مصطلح السلطة مصطلح الحكم والحاكم إلى آخره ثم حبذ لو تحرر لنا المصطلحات والفوارق بينها هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الحكم في الإسلام هو من أعظم القربات يلا الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الأمور خطراً وأثراً في حياة الناس لأنه يتعلق به معاش الناس ومعادهم فردياً وجماعياً بشكل عام السلطات في المجتمع كما يعرف الناس جميعاً سلطات يعني مكونة لمسألة الحكم في الإسلام سلطة تشريعية سلطة تنفيذية سلطة قضائية وهذه السلطات المفروض الحاكم يتوازى معها في بعض الأنظمة المعاصرة وأحياناً يعلوها في بعض الأنظمة الأخرى وتبائع الممارسات في الواقع المعاصر الحكم هو هذه الممارسة كلها من خلال هذه السلطات والتعاطي والتناغم معها بشكل أو بآخر والحاكم هو هذا الشخص المنتخب من الأمة لكي يحرص الدين ويسوس الدنيا بهذا الدين فهذا هو معنى الحكم وبعدين الحكم هنا في معنى مهم الله سبحانه وتعالى من اسمه الحكيم ومن معاني الحكيم المنع حكم يعني منع الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذا الاسم لأن خلقه وشرعه ممنوع عنه الفساد والاضطراب الخلق هذا الخلق له نظام له مدارات فيه كواكب فيه نجوم فيه سماء فيه أرض فيه جو فيه بحر فيه خلق كل في فلك يسبحون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل فيه فلك يسبحون فالخلق نفسه منعه الله تعالى بطبيعة خلقه وبآثار هذا الاسم العظيم الحكيم سبحانه وتعالى ممنوع عنه الفساد والاضطراب والدخول في حالة من الخلط وكذلك الشرع ينبثق عن هذه الطبيعة الخلقية في هذا الكون تنبثق عنها حالة من الإحكام والبعد عن الاضطراب والميوع وهذه الأمور في التشريع الإسلام حيث لا يوجد في التشريع الإسلام أي تناقضات ولا أي تعارضات ولا اضطرابات نظام منبثق من نظام في الخلق وكل هذا منبثق عن جهة واحدة وهي الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت المصدر واحد الخلق ألا له الخلق والأمر فالحكم انطلاقا من هذه المعاني هو ما يمنع لاضطرابة عن حياة الناس وما يقيم حياة الناس على سنة واحد من الاستقامة ومن الحفظ ومن الرعاية والعناية والتنمية المستدامة هذا هو الحكم في اللغة ومبثاقا منه المعنى الاصطلاحي فيه هذا في المجمل لكن هل ضبطت الشريعة الإسلامية مفاهيم الحكم السياسي طبعا هنا عندما نتحدث عن الحكم المقصود به بالبعد السياسي هل ضبطت الشريعة هذه المفاهيم هل ثمت مفهوم واضح محدد المعالم في الإسلام لمنظومة الحكم للحكم كقضية عامة وهذا الموضوع طبعا يناله قصة واسعة من النقاش سواء على مستوى العالم الإسلامي أو حتى في الغرب والشرق أيضا تقصد كان نظام سياسي نعم يعني قبل أن نتحدث عن هذا ينبغي أولا أن نقف عند معاني كبرى في التصور الإسلامي للإسلام ذاته الإسلام ينظر إلى هذا الإنسان على أنه خليفة الله في الأرض يناط به وظائف منها العمارة عمارة هذا الكون بالخير والبناء والتنمية الشاملة يناط به العبادة العبادة لله سبحانه وتعالى العمارة الأولى هو الذي خلقكم من الأرض واستعمركم فيها العمارة بالمعنى المادي العمارة بالمعنى المادي والروح الشامل بالضبط لأنه عندنا هذه العمارة عندنا نحن المسلمين مختلفة عن غيرنا تماما من الملل الأخرى والمذاهب الفكرية المعاصرة العمارة عندنا والحضارة هي حضارة تجمع بين الروح والمادة تجمع بين العقل والنفس تجمع بين مصلحة الفرض ومصلحة الأمة والعالم والإنسانية كلها توازن كما سنتحدث عن الخصائص بعد قليل فنقول الإنسان هذا الإنسان ينظر إليه الإسلام على أنه إنسان مستخلف في الأرض هو خليفة إني جاعل في الأرض خليفة هو معمر لهذا الكون و لهذه الحياة أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هو عابد لله سبحانه وتعالى لأنه لا خلافة بلا عبادة ولا عبادة بلا خلافة ولا عمارة بلا خلافة ولا عمارة بلا عبادة ولا عبادة بلا عمارة الثلاث تلاث أركان هذه الأركان الثلاثة يرتبط بعضها ببعض فهذا الإنسان مهمته عبادة الله عمارة الكون خلافة الله في هذا الكون التشريع الإسلامي يؤصل لمبدأ الكرام الإنساني لماذا نتحدث عن هذه المبادئ أولا حتى يكون الحكم بعد ذلك منضبطا بهذه المبادئ ومنبثقا عنها ومحققا لها ومحافظا عليها ومراعيا لها في كل ممارساته سواء الخاص أو العامة في كل زمن وفي كل مكان التشريع السياسي الإسلامي يؤصل لمبدأ الكرامة الإنسانية سواء لمن أسلم أو لمن لم يسلم من أسلمهم أمة الإجابة ومن لم يسلمهم أمة الدعوة وليس أمة الحرب إلا إذا اعتدوا وحاربوا فعندئذ ينبغي أن يقاتلوا وأن يدفع شرهم عن بلاد الإسلام والمسلمين فالكرامة الإنسانية حفظ الكرامة الإنسانية الله تعالى خلق كل ما في هذا الكون من أجل إكرام هذا الإنسان وخدمة ورعاية هذا الإنسان والقيام على ما يصلح هذا الإنسان وإبعاد عنه كل ما يفسد حياته الإسلام أيضا التشريع الإسلامي السياسي الإسلامي تشريع غائي واقعي غائي يعني له مقاصد سنتحدث عنه واقعي يعني يعلم أن الذي سيحكم هو بشر وهذا البشر من الوارد أن يقع في انحراف أن يقع في خطأ أن يقع في جرائم فوضع له سبل وتدابير تقويم هذا الخطأ وهذا العجاج انبساقا من هذه المبادئ وغيرها كثير موجود يعني وخصوصا في هذا الكتاب القيم كتاب خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم للدكتور توفيق الدوريني من أعظم ما كتب في السياسة الشرعية بين المعاصرين انبساقا من هذه المبادئ يقوم الحكم في الإسلام على رعاية مصالح الناس وعلى تحقيق كل ما ينفعهم شرعا ودفع عنهم كل ما يضرهم وتعريفات علماء السياسة الشرعية قديما وحديثا منصب على هذا المعنى لكن قد يقول لك قائل كل التشريعات السياسية في العالم هي تنطلق من مصالح الناس في النهاية يعني قد تنطلق من مصالح الناس لكن هناك أبعاد أخرى ليست موجودة في الإسلام أبعاد أخرى موجودة عندهم وليست موجودة عندنا يعني مثل مبدأ القوة هل هو منضبط في أنظمة الحكم الأخرى كما هو منضبط في الإسلام لا حكومات الديمقراطيات العريقة الآن في العالم تعمل على مصالحها الشخصية دون رعاية لنفوس الناس لا نريد أن نتحدث عن دول عظمة الآن ربما نجد أنفسنا مضطرين هنا عندما نتحدث بعد قليل عن خصائص الحكم في الإسلام إذا المقارنة ربما إذا اقتضت الحاجة بين نظام الحكم في الإسلام وحتى في الدول أو الحضارات الغربية لكن قبل ذلك كنت تتحدث عن طبيعة الحكم التصور الإسلامي لمنظومة الحكم لنظام السياسي العام أريدك أن تكمل في هذا قبل أن نقفز إلى الحصائص فنقول أن هذه المبادئ المقررة أن الإسلام رسالة إنسانية بالمقام الأول كلمة الناس مكررة في القرآن ومقررة أكثر من مئتين وثمانين مرة يا أيها الناس يا بني آدم سورة الإنسان سورة كاملة اسمها سورة الإنسان أول نداء في القرآن يا أيها الناس أعبدوا ربكم آخر سورة في القرآن سورة الناس آخر كلمة في القرآن من الجنة والناس فالإسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالحكم الإسلامي انبثاقا من هذا المعنى الإنساني إذا أقيم في الأرض ينبغي أن يعمل لصالح البشرية كلها لا يوجد في أنظمة حكم ديانة من الديانات أو رسالة من الرسالات أو قانون من القوانين أو نظام من الأنظمة الموجودة أو مذهب حتى من المذاهب الفلسفية المعاصرة الفكرية فيه هذا الشمول وهذا الانبساط وهذه الساعة الكاملة لأنه باستقراء التاريخ وهذا واضح جدا لمن يقرأ التاريخ لا يوجد نظام حكم قام على الأرض واتسع لفئات الناس الأخرى كما اتسع الإسلام الإسلام هو النظام الوحيد في السياسة الذي إذا أقيم في الأرض استوعب كل الفئات وبسط جناحه على كل الأعراق والملل والنحل الموجودة في المجتمع وصهرهم في بوتقة اجتماعية واحدة وده بمعزل عن العقائد طبعا العقائد كل واحد محتفظ بعقيدته لكن في بناء الحضارة وعمارة المجتمع كله بيصخر في بوتقة واحدة هل يحاكم ما يسمى اليوم بالأقليات أو غير المسلمين وفق الشريعة الإسلامية في منظومة الحكم في الدولة الإسلامية؟ طبعا وفق الشريعة الإسلامية طبعا وفق الشريعة الإسلامية وده هنتكلم عنه بعد قليل والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب النموذج الأمثل في هذا حينما وضع الدستور العظيم دستور المدينة المكون من أكثر من خمسين مادة دستورية واضحة تحدث فيها عن علاقات المسلمين بعضهم وبعض وتحدث عن علاقات المجتمع المسلم بالفئات الأخرى الموجودة في المجتمع وعلى رأسها فئات اليهود الموجودة منذ الأمم من الناس لهم ما لنا وعليهم ما علينا فلا توجد حضارة في الإسلام أفسحت المجال لغيرها من الملل والنحل والمزاهب الأخرى كما أفسح الإسلام لبناء حضارة إنسانية شاملة راقية كاملة فيها خصائص لا توجد في أي حضارات أخرى وده سمرت العدالة في الحكم هذا ما يقودني إلى سؤالك يا دكتور رصفي عن الفكرة الأساسية المحورية في الحكم في التصور الإسلامي لقضية الحكم على ماذا تقوم فلسفة الحكم في الإسلام لو أوجزناها قبل أن ننتقل إلى الخصائص التي تنفرد بها المنظومة الحكم الإسلامية عن باقي الأمم والحضارات فلسفة الحكم في الإسلام كما جاء على لسان كل علماء السياسة الشرعية قديما وحديثا هي تحقيق أو هو الفعل الذي يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد هذه الفلسفة في النهاية التي هي روحها تحقيق مصالح الناس ودفع الفساد عنهم بحسب الإمكان دعنا نحرر هذه الفكرة أكثر الآن مثلا في منظومة الحكم الغربية الفكرة الأساسية التي تنطلق منها نظام الحكم هي صلاح الناس لو نحدد هنا مفهوم الصلاح في التصور الإسلامي ما هو الصلاح؟ هو حتى ننطلق من سؤالك هذا الأنظمة الغربية الآن تقوم على فكرة الصلاح أين الصلاح في الأنظمة الغربية؟ الصلاح لمواطنيها فقط المحدودين بحدود جغرافية معينة عندهم لكن لا تحمل هذه الأنظمة هما لصلاح البشرية خارج هذه الحدود ولصلاح الإنسان خارج هذه الحدود بل بالعكس هي تحلب ما عند هؤلاء من خيرات خارج الحدود طبعا خارج الحدود تقمعهم تبطش بهم حتى تبتز ثروتهم وتستولي عليها وحتى تحكم أرضهم وحتى تحقق مشاريعها الاستعمارية دون رعاية لعدالة ودون رعاية لحرمات دماء ولا حرمات أرواح الإسلام ليس هكذا الإسلام حتى في الحرب فيه أخلاق فيه أداب ممنوع قطع الشجر في الحرب ممنوع التعرض لطفل ممنوع التعرض لامرأة ممنوع التعرض لشيخ كبير ممنوع التعرض لعابد في صومعته والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما تحدث عن سنة التدافع قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ودي لغير المسلمين وبيع لغير المسلمين وصلوات لغير المسلمين ومساجد يذكر فيها اسم الله كسير ودي للمسلمين فالإسلام جعل الأولوية لغير المسلمين في إقامة حياتهم وفي ممارسة عبادتهم وذكر المساجد في النهاية في نظام الآن بيفعل هذا الأنظمة المعصرة الآن هي همها مصلحتها الشخصية فقط وليست إقامة العدل في العالم وليست رعاية مصارح الناس في العالم يعني تقصد هنا شمولية مفهوم الصلاح في الإسلام شمولية مفهوم الصلاح في الإسلام حيث يتعدى الجغرافية الإسلامية يتعدى الجغرافية طبعا الموجودة الآن وده لا ما ليس موجودا في أي نظام معاصر ولا حتى نظام قديم إذا قرأت الأنظمة الحكم في العالم كله من أول اليونان للرومان للفراعنة لكذا إلى آخره لا يوجد فيها هذا الشمول وهذه الخيرية المطلقة للحكم في الإسلام نحو البشرية كلها نقلت أنا مباشرة الحديث عن خصائص الحكم في الإسلام يعني بماذا انفرد الإسلام بخصائص وضيحة المعالم محددة في منظومة الحكم بما يتميز به على باقي الحضارات صحيح صحيح أحسن الخاصية الأولى من خصائص الحكم في الإسلام هي الربانية إن نظام الحكم في الإسلام مستمد من مصدر إلهي معصوم وده غير موجود في أي مذهب آخر ولا أي نظام آخر للحكم عندنا قرآن عندنا سنة عندنا تجربة نبوية راشدة قامت النبي عليه الصلاة والسلام حينما مارس هذا الأمر وطبقه على أرض الواقع وهو المثال صلى الله عليه وسلم عندنا خلافة راشدة التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقامت بهذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا تفاوتت المسألة لكنها كانت خلافة راشدة تفاوتت من أبي بكر إلى عمر إلى عثمان إلى علي إلى الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا لكن في مجملها هي خلافة راشدة فعندنا نحن المسلمين في نظام الحكم في الإسلام أول خصيصة من هذه الخصائص خصائص هذا الحكم أن مصدر الممارسة فيه ربانية الربانية مصدرنا هو الاستمداد من الوحي الوحي تكلم في السياسة نعم تكلم في السياسة القرآن كله سياسة سياسة نفوس سياسة أسر سياسة مجتمعات سياسة دول سياسة علاقات بين الدولة الإسلامية أين الأدلة الدالة أو نصوص الدالة على سياسة الدول في القرآن لو أتيت لنا بنص أو اثنين يعني مثلا الآيات التي تتحدث عن المعاهدات أو فو بالعقود الآيات التي تتحدث فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم الآيات في آخر سورة الأنفال فإن لم يهاجروا ما لكم من ملاياتهم من شيء إلا أن يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق في مواسيق في القرآن في عهود في عقود في علاقات دولية ولذلك عندنا من العلماء محمد بن الحسن الشيباني كاتب موسوعة موسوعة السير الكبير دي بتدرس في الغرب الآن مترجمة وتدرس في الغرب ومحمد بن الحسن الشيباني من أعظم تلامزة أبي حنيفة له قاعات دراسية في دول أوروبا وأمريكا الآن باسمه الشخصي وإحنا المسلمين مهملون لهذا التراث فإحنا عندنا الربانية ودي عاصمة للحاكم وللأمة من الزلل الحاكم إذا انحرف الأمة بتقوم الأمة إذا انحرفت الحاكم بيأطرها على الحق أطرا انطلاقا من الوحي انطلاقا من سياسة الوحي في الأمة ووظيفة الحاكم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به الخصيصة الثانية هي خصيصة الشمول 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 أن الحكم في الإسلام شامل موضوعيا ومكانيا وزمانيا بمعنى موضوعيا يتناول الحكم في الإسلام شؤون الدنيا والآخرة أولا الحكم في الإسلام بينظم عبادات الناس بيهيئ الأجواء للناس لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى حق العبادة ويقوم الحاكم على حراسة هذا والعناية به والاهتمام به يراقب الصلوات يشوف صلوات الجمعة بتقام ولا لا صلوات الجمعة تقام ولا لا الشعيرة الأذن موجودة ولا لا الصيام الناس بتصوم وملتزمة بشكل عام أم لا إلى آخره الإسلام بيعمر الكون بيحقق التنمية الشاملة الإسلام بيعمل على جلب كل المصالح المقيمة لمجتمع الناس ولحياة الناس كما سنتحدث الآن في التعريف مثلا الإسلام من حيث الشمول هو شامل من حيث المكان كما قلنا قبل خليلين الحكم في الإسلام لا ينظر إلى ما تحت يده فقط من مساحة جغرافية أو من ناس أنا يعني هذا التوسعي فكرة التوسعي لا خالص مش توسع خالص دحنا اللي محكمين بفكرة الدولة القطرية الآن دولة سايكسي بيكو التي حكمنا بها الآن هي التي غيرت تصورنا الواقعي وأنشأت عقليتنا نشأة غير صافية من الناحية الشرعية عقولنا الآن ملوثة بدولة سايكسي بيكو المسلمون حينما هاجروا من بلادهم التي حدثت فيها فتن وأقاموا في دول في المهجر أقاموا سايكسي بيكو يا أخي في الدول التي موجودة فيها السوريون وحدهم المصريون وحدهم الفلسطينون وحدهم العراقيون وحدهم اليمنون وحدهم الليبيون وحدهم ويتحدث هؤلاء كل واحد يتحدث عن مصلحته ونحن في بلد غير بلدنا فدولة سايكسي بيكو هذه ليست موجودة في التصور الإسلامي هل معنى ذلك أننا ننكرها ولا نتعامل معها نتعامل معها وفق المتاح وفق المصالح والمفاسد هذا الميزان العظيم الذي قال عنه الإمام ابن تيمية إن الشريعة الإسلامية جاءت لقلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان هذه عبارة ابن تيمية في مجموع الفتاوة لو عدنا إلى الخصائص فنعود إلى الخصائص بنقول الشمول شمول في من حيث الموضوع كل موضوعات الحياة الدنيا يتناولها الحكم في الإسلام ولهذا الحكم في الإسلام من أخطر ما يمكن سواء من حيث الطبيعة أو من حيث الأهمية أو من حيث الأسر الحكم في الإسلام أيضا شامل من حيث الزمان الحكم في الإسلام ممتد صالح لأن يطبق في كل زمان وفي كل مكان بما يحمل من أوتاد من مبادئ راسخة من خصائص عظيمة من مرونة واسعة وهائلة تستوعب التغير الحاصل في المجتمعات بفعل المستجدات والنوازل والتغيرات الاجتماعية التي تحدث للمجتمعات عندنا خصيصة أخرى هي التوازن الحكم في الإسلام حكم متوازن أنه يعمل على إشباع الناحية الروحية عند المحكومين من خلال العبادات ورعايتها وتهيئة الأجواء لها سواء مسلمين وغير مسلمين الحاكم في الإسلام مطالب بأن يوفر ويهيئ البيئة للعبادة عند غير المسلمين لا يمنعهم من أن يؤدوا شعائرهم في أماكنهم ولا تطال يده هؤلاء بأي أذى ودي مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى طيب الإسلام الحكم في الإسلام يرعي حاجات الفرض وحاجات الجماعة لا يتغول الفرض على الجماعة لا يجيش واحد تاجر كبير في المجتمع وعنده مثلا بيبيع أي بضاعة ويرشي الدولة وتسمح له الدولة بأن يتغول على المجتمع ويضر مصالح الجماعة ولا يسمح الحكم في الإسلام للمجتمع بأن يضر الفرض ويتغول على مصالح الفرض هناك توازن والحاكم هو رمانة الميزان في هذا الحاكم بما أنه موجود فوق هذه المنظومة بيراعي ويراقب حركة الفرض مع حركة المجتمع فلا الفرض يطغى على المجتمع ولا المجتمع يطغى ويظلم الفرض ربما ربما دكتور يعني يأتي من يقول بأن هذا الكلام طبعا وهذا الرأي نحن مطروح ويعني ربما يكون من المناسب أن سوقه لأرد عليه وتفنيده وتحقيق تقديم إجابات له يعني ربما يقول هناك من يقول لك بأن هذا الكلام يعني أقرب إلى الإنشاء منه إلى الواقعية ما هي الآليات التي تحقق هذه الخصائص أم هي فقط مجرد رصف كلمات لكن نريد أن نبحث هذه الآليات ربما بعد الفاصل لكن قبل أن أثبت الفاصل لو أذنت لي دكتور في طبيعة الحكم في التصور الإسلامي ما المساحة النصية وما المساحة الاجتهادية فيما يتعلق بقضية الحكم نحن عندنا المساحات النصية في السياسة الشرعية مساحات قليلة ليست كثيرة ودي من رحمة التشريع الإسلامي في السياسة الشرعية الإسلام أوجب نصب حاكم لا بد أن يقوم حاكم الإسلام أمر بالعدل أمر بأن تحفظ كرامة الإنسان بأن يحقق للإنسان الأمن بأن يتوفر له الحد الأدنى من المعيشة الكريمة الإسلام أمر الحاكم بأن لا يطغى بأن لا يتكبر بأن لا يظلم الإسلام أمر الأمة بأن تأطر الحاكم على الحق أطرا إن انحرف بمؤسسات الأمة المدنية والمجتمعية الموجودة سواء مجالس نيابية أو تشريعية أو مؤسسات مجتمع مدني باللغة المعاصرة الإسلام أمر بتحقيق المصالح للناس الإسلام أمر بدفع المفاسد على الناس هل نص على طريقة تحقيق المفاسد؟ لا الطريقة تحقيق المصالح تقصد لا الطريقة لا الطريقة كل ما يحقق مصالح العبادة الشرعية هل إسلم معه؟ بوسائل شرعية طبعا بوسائل شرعية طبعا لأن المقصد النبيل لا يتوصل إليه إلا بوسيلة النبيلة وحتى لا نقع في المقولة الميكافيلية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة واحد عايز يبقى غني يروح يسرع عشان يبقى غني لا إسلك الطرق المعتادة والمباحة حتى تصل إلى غايتك النبيلة هذه لتحقق النفع للإسلام والمسلمين فإحنا عندنا من حيث الآليات والوسائل دي متنوعة وحتى في الخلافة الراشدة ليس كل الخلفاء جاءوا بطريقة وحيدة جاءوا بطرق مختلفة فيما يتعلق بالآليات والوسائل لو أذنت لي أن نبحثه بعد الفاصل ينبغى أن أذا بدافاصل فاصل ونواصل بعده الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله مشاهدين الكرام هذه عودة إلى استئنافي الحديث عن طبيعة الحكم في الإسلام وخصائصه وكذلك مقاصده دكتور وصفي يعني الإسلام بطبيعته بنصوصه بتراثه التطبيق على مدى القرون الماضية يعول على الطبيعة الأخلاقية للمسلم وعلى الاستمداد اليوم من التوجيهات الربانية في الوحي سواء في القرآن أو في السنة النبوية المطهرة هذه الخصيصة الإسلامية القائمة على أخلاقية المسلم وتقواه وصلاحه ألا تقلل من اهتمام الشريعة بمنظومة الحكم كمنظومة حكم يعني طبعا هناك نقطتان النقطة الأولى ينبغي أن نفرق بين تصور الإسلامي للسياسة الشرعية وللحاكم والحكم في الإسلام وبين ممارسات المسلمين عبر التاريخ تصور الإسلام عن السياسة والحكم والحاكم هو تصور مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه معصوم ليس فيه ثغارات وليس فيه زلات إلى آخر أما التطبيق البشري الإسلامي والتاريخي على مر التاريخ لهذا التصور الإسلامي فيتفاوت ما بين جيد وما بين رديء ما بين راشد وما بين غاوي وغير راشد ما بين ممارس للشرع وما بين متسلط ومستبد ووارث للحكم هذه نقطة النقطة الثانية اللي حضرتك ذكرتها الآن أنه فكرة السياسة أن السياسة عبارة عن العيب العب بالبيضة والحجر عبارة عن ولذلك الإمام محمد عبدو قال أعوذ بالله من ساسة ويسوس وسائس وكل ما يتصل بالسياسة لماذا؟ نظراً للممارسة السيئة في مجال السياسة في الواقع المعاصر وهذا يعني غياب التشريعات الخاصة بمضمات الحق أحسنت وهذا يعني أصلاً غياب التصور الإسلامي عن أن يحكم في الواقع وفي السياسة الموجودة السياسة الآن هي عبارة عن مصالح الأشخاص مصالح الحكام كل ما يخدم الحاكم خلاص هو أصبح من السياسة السياسة هي المراوغة السياسة هي الكذب هي التدليس هي القتل هي إهدار الدماء إهدار الأرواح إسالة الدماء طيب دكتور هو هي السياسة أنا أريد حتى تبين النقطة يعني ما الغاية من سكوت الشريعة عن قضايا الحكم والسياسة بشكل عام لا الشريعة لم تسكت الشريعة ذكرت أموراً مجملة وبعض الأمور التفصيلية لكنها تركت الأليات والوسائل لتغير الزمان والمكان بطبيعة الحال لأنه لا يوجد باب من أبواب الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي فيه تغير كبير وفيه تطور وفيه حراك وفيه تعقيد وفيه تشابك وفيه نوازل ومستجدات كما هو الحال في باب السياسة الشرعية ولذلك أفسحت الشريعة الإسلامية مساحة الأحكام ضيقت المنصوص عليه مساحة المنصوص عليه ووسعت مساحة غير المنصوص عليه منطقة العفو ومنطقة المصالح المرسلة إلى آخره بعكس العبادات أو بعكس المواريث أو بعكس الأحوال الشخصية الزواج والطلاق الأحكام موجودة إجمالاً وتفصيلاً في العبادات إجمالاً وتفصيلاً في المواريث إجمالاً وتفصيلاً لماذا؟ لأنها لا تتغير كثيراً وإنما تحدث حادثات وتنزل نوازل وهذه قليلة زي الإحرام في الطائرة في مسألة الحج زي الصلاة في المواصلة في الأوتوبيس في غيره زي في البحر في أي شيء موقع موقع الإحرام في الطائرة كيف تكون إلى آخره توسعة المسعة في الصفة والمروى أمور جزئية قليلة لكن من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل موجود مستقر أما في مجال السياسة الشرعية فضيق الشارع الحكيم مساحة المنصوص عليه في مقابل توسيع مساحة غير المنصوص عليه وهذا التوسيع من رحمة الشريعة الإسلامية ومرونتها وسعتها لماذا؟ لكي تحتضن وتستوعب وتبصد سلطانها بالمبادئ الكبرى والكلية والمساحة القليلة المنصوص عليها على كل المستجدات والنوازل والتغيرات التي تحدث في المجتمع فنحن من أين جاءتنا فكرة أن السياسة معاليش في اللفظ يقولك السياسة نجاسة من أين جاءت؟ من الممارسة الواقعية المنحرفة التي لا تتصل بالتصور الإسلامي بسبب من الأسباب ولا تحكمه ولا تستظل به ولا ترجع إليه أو تحتكم إليه أو تعتمد عليه إنما هي منعتقة تماما وبينها وبين هذا التصور العظيم مفاصلة فهي تضل والله تعالى قال وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً هي دي المعيشة الضنكة التي نحياها نتيجة التدليس نتيجة التزوير نتيجة الكذب نتيجة القتل الذي نراه الآن نتيجة الإهدار للأرواح نتيجة إزهاق هذه الأرواح إسالة الدماء الظلم الهائل الاستبداد والطغيان الموجود في عالمنا العربي والإسلامي كل هذا أدى إلى يعني إحداث فجوة كبيرة جدا بين التصور الإسلامي الصافي القائم على الشفافية وهي خصيصة بالمناسبة نريد أن نرجع إلى الحديث عنها خصيصة من خصائص الحكم وبين هذه الممارسات التي لا تمت للتصور الإسلامي في الحكم والسياسة الشرعية بأي صلة من الصلاة إذا عدنا إلى مسألة الخصائص عندنا من الخصائص المهمة الشفافية الشفافية في الحكم طبعا هتقول لي أن في أنظمة معاصرة عندها هذه الشفافية نعم لا مانع إحنا لا نرى كل الأنظمة المعاصرة خطأ مئة بالمئة لا فيها خير بالعكس إحنا عندنا أنظمة غربية تطبق الشورى فيها خير على مستوى آليات الحكم بالضبط وتطبق الشفافية أحسن من الدول العربية والتي تزعم أنها تطبق الشريعة الإسلامية الآن الشفافية بتأتي من الشورى من آلية الشورى النبي عليه الصلاة والسلام هو أن مزق الأبرز والأمثل لنا دائما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة وذكر الله كثيرا شوف النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحرك حركة لم يخطو خطوة لم يتصرف تصرفا خاص بالسياسة وخاص بالمعارك وخاص بنظام الدولة وبمسائل الحكم بهذه الأمور كلها إلا عن شورى ولذلك الإمام ابن عطية أقول الكلمة دي فقط الإمام ابن عطية في تفسيره يقول كلمة عظيمة جدا يا أستاذ جهاد يقول الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين من الأمراء فعزله واجب وهذا مما لا خلاف فيه هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه لكن قبل ذلك إقامة الحكم الإسلامي هل هو غاية أم وسيلة لا إقامة الحكم الإسلامي لا يعني لا يوجد تعارض بين أن يكون الشيء غاية قبل أن يتحقق ثم يصبح وسيلة بعد أن يتحقق هو الحكم الآن بالنسبة لنحن كمسلمين الوصول إلى الحكم أو يعني حكم هذه البشرية بهذا النور الإلهي قبل حكم البشرية حكم المسلمين لحكم إسلامي مثلا هل هذا هو غاية أم وسيلة الوصول له غاية لكن بعد الوصول إلهي يصبح وسيلة لتحقيق مصالح المسلمين ودفع المفاسد عنهم وحماية البيضة لأننا عندنا الحاكم في الإسلام كما ذكر علماء السياسة الشرعية له وظائف من هذه الوظائف هم عشر وظائف ذكرهم الإمام المواردي أول حاجة حفظ الدين تاني حاجة تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم اللي هو تحقيق العدل يعني ثالث حاجة حماية البيضة والزب عن الحوزة حماية المجتمع والدفاع عن الوطن الإسلامي إقامة الحدود تحصين الثغور بالعدة والقوة سادس حاجة جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة سابع حاجة جباية الفيء والصدقات السامن تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير التاسع استكفاء الأمناء وتقليد العظماء التاسع عفوا العاشر الإشراف على تسيير الأمور دي وظيفة الحاكم في الإسلام كل ما يؤدي إلى أن يقوم الحاكم بهذه الوظيفة فهو من قلب السياسة الشرعية طيب أنت تحدثت عن الشورى يعني كأسة عظيم من أصول الإسلام مقاعدة عظيمة وهي عندها كثير من الفقهاء والعلماء والمفكرين على مراحل التاريخ الإسلامي لكن ما طبيعة العلاقة لو توضح لنا دكتور طبيعة العلاقة بين الحكم وبين الشورى وكيف تحتل الشورى هذه الأهمية الكبيرة في ظل أنها غير ملزمة عند كثيرا من الفقهاء الإسلاميين هي فقط معلمة وليست ملزمة كيف يمكن المقابلة بين ما يبدو أنه تعارض يعني هو لا يوجد تعارض ولا حاجة والرأي الذي يقول بأن الشورى معلمة ليس مشهورا وليس محتلا لمساحة واسعة الرأي الغالب والرأي الموجود والذي تشهد له الأدلة وتعضضه التصورات الإسلامية للسياسة الشرعية في الإسلام هو أن الشورى ملزمة لأنه إذا كانت الشورى معلمة فما قيمتها لكن عمر بن الخطاب لم يأخذ بالشورى إلا في مسائل محددة وخالف إجماع الصحابة في قضايا كثيرة عمر بن الخطاب لم يخالف الإجماع أبدا هو اكتهد عمر بن الخطاب اكتهد في مواضع ليس فيها إجماع وإذا ذكر بمسألة أو بحديث ورد عن نبي عليه الصلاة والسلام كان يرجع إلى الحق سيدنا عمر فاروق هذه الأمة في قضية السواد وفي قضية المرسلة لا دي كلها تخضع المصالح المرسلة وليس فيها إجماع إنما النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة سيبنا مما بعد النبي خلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ترك رأيه لرأي الناس وんと Architect? الناس المقصود بهم الصحابة و المجتمع ترك رأيه لرأي أهل الحل أم لا? الحل والعقد في حاجة رغم أنه رأى رؤية مثلا في غزوة أحد رأيت بقرا وزبح ورأيت أن في زؤابة سيفي ثلما ورأيته أني دخلت يدي في درع حصينة تأول الدرع الحصينة بالمدينة أنه يمكس فيها ولا يخرج وتأول أن السلم اللي في آخر السيف حد من أهل بيته هيموت ومع ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الشباب على رأي الغالي السواد الأعظم الذين رأوا أن يخرجوا خارج المدينة ويواجهوا جيش الأعداء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الهزيمة هل الهزيمة وقعت بسبب الشورى؟ بعض الناس يقول لك كده لا الهزيمة وقعت لأن الخطة لم تنفذ كما ينبغي صحيح دكتور إذن لو تحدثنا عن أهمية الشورى في الحكم الإسلام يعني لماذا حظيت الشورى بكل هذه الأمية ولماذا اعتبرها الفقهاء قاعدة أصيلة من قواعد الإسلام تمام الشورى من أعظم المبادئ في الإسلام بشكل عام ليس في السياسة والحكم فقط وإنما في كل المجالات كثير من الناس يتصور أن الشورى خاصة بالحكم والسياسة فقط الشورى خاصة بمجالس الشورى والمجالس النيابية في الأمور نحن نبحثه هنا في مجال نظام الحكم آه لا ده احنا هنا بنتكلم عن الشورى مبدأ في الحياة المبدأ حتى بين الرجل وزوجته بين الزوج والزوجة فإن أراد فصالا عن تشاور عن طراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما التشاور التشاور حتى بين الأب وأبنائه بين الزوج والزوجة كان في منظومة الحكم الدكتور؟ أيه في منظومة اللي أنا أقول العايزة أقول أن الشورى ليست في السياسة فقط وإنما هي مبدأ إسلامي لا نريد أن نفصل كما حتى الوقت يعني يلاحقنا نتحدث عن الشورى في الإسلام الشورى مبدأ عظيم من مبادئ السياسة والحكم لماذا جعلها الإسلام بهذه المكانة؟ وتحدث عنها العلماء بهذا الشكل منهم ابن عطية يقول لك من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام والحاكم الذي لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب وهذا مما لك كلام خطير وكلام عظيم لأن الشورى في الحقيقة بتحقق أمورا كثيرة وعظيمة منها أولا عدم استفراد الحاكم بالحكم واستبداده الشورى التي ينزل عليها الحاكم التي ترجع إلى تحقيق الصلح العام لأن الشورى الوحد وحده قد لا تبدو له زوايا في الموضوع فحينما يكتمع حينما أكتمع مع الأستاذ جهاد وما عاد من أهل الرأي والفكر والذكر في مسألة معينة وأتشاور معهم يكشفون لي كل الجوانب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تشاور قوم قط إلا هدو لأرشد أمرهم أرشد الرأي وأعقل الرأي وأحسن التوجه يرشدون إليه لنقطة النقطة التانية أنه أنا كحاكم حينما أشاور الرعية أجعل الرعية متحملة المسئولية معي المسئولية تحملها الرعية معي إذا حدثت هزيمة أو انكسار في الرعية مشتركة معي لم أأخذ قراراً وحدي ولم تأخذ الرعية قراراً وحدها وهذا فيه حكمة أيضاً وهذا فيه حكمة أيضاً تطييب الخاطر وإزالة الشحناء والاحتباسات التي تحدث في المجتمعات مجتمعات المستبدة التي يسود فيها الحاكم الفرد الطاغية الذي يستبد ويطغى ويعني يسير الناس بالدبابات وبالرصاص هذا الحاكم بتحدث في المجتمعات بسبب هذه الممارسات وغياب الشورى تحدث فيه انسدادات واحتباسات تؤدي إلى انفجار بعد ذلك مفاجئ مع مرور الوقت كما رأينا في موجات الربيع العربي في عالمنا العربي والإسلامي الأمر الآخر أيضاً إنه هذه الشورى بتوفر الحرية ودي قيمة أخرى غير الشورى لكن الشورى نفسها تثمر من ضمن ثمرات الشورى الحرية لأنه لا يوجد استبداد مع الشورى ومدام ما فيش استبداد الناس ستتحرر سيقول كل واحد ما عنده سيبدع الناس سيكون هناك حركة معمارية في الحياة حركة عمارية حركة حضارية في المجتمع تعمر المجتمع وتنمي المجتمع في كل مجالاته ويكون الناس في حالة من الأمن وفي حالة من الحرية لكن الشورى حكراً على عدد ضئيل قليل من الأفراد مدام هذا العدد القليل منتخب من الأمة ومختار بكل حرية وكل شفافية فلا مانع أن يكون مسألة أهل الحل والعقد اللي هي بيعبر عنها في تراثنا بأهل الحل والعقد وترجمة الآن في مجتمعاتنا للمجالس النيابية والمجالس الشورية فلا مانع لأن هؤلاء أيضاً مختارون من قبل الأمة ما المقاصد التي تريد الشريعة تحقيقها من وراء الحكم أو عبر الحكم في النهاية ما الذي تسعيد التحقيق صحيح ده برجعنا إلى تعريف علماء السياسة الشرعية للسياسة نفسها هناك تعريفات ذكرت الحكم وتعريف السياسة بدون مقاصد وهناك تعريفات ذكرت هذا التعريف مقتارناً بمقاصده وده اللي يخلينا نتحدث عن إن واحد زي ابن عقيل مثلاً في كتاب الفنون اللي هو مفقود ونقل عنه العلماء كثيراً من النصوص قال ابن عقيل ومن من نقل عنه الإمام من تيمية رحمه الله الإمام بن القيم رحمه الله تعالى قال السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي حتى لو كانت اشتباس على صلى الله عليه وسلم وضعه أو نزل به وحي ما دام نفس الناس هيكونوا مع هذا الفعل أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد هيبي هيدي السياسة الشرعية هيبي هنا هو بيقول أن السياسة فعلي الصلاح بالمفهوم الإسلامي الصلاح بالصلاح المنضبط بدوابة الشريعة هنا هو بيذكر أن السياسة دي فعل ما غرض هذا الفعل هذا الفعل ليكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ده تعريف تعريف الآخر الإمام الموارضي بيقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به يبقى دي وظيفة الحكم أن يحرس الدين وأن يسوس الدنيا وفق تعاليم هذا الدين وما أعظم هذا الدين زي ما قلنا في البداية المبادئ الحاكمة للسياسة الشرعية مبادئ إنسانية عامة مصلحة البشرية دفع الفساد عن الناس توفير الأمن الاجتماعي والحماية للناس عندنا الجويني وهو في نظري من أعظم من تحدثوا عن السياسة الشرعية في كتاب غياس الأمم في التياس الظلم قال الإمامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا مهمتها هل يبقى لك بقى معي حفظ الحوزة حفظ المجتمع يعني ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف بالحجة للمسالمين وبالسيف للمعتدين وكف الخيف والحيف كف الظلم يعني والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين فده كلام عظيم جدا يقول في مقام آخر والغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي واستتباع رجل أصناف الخلق على تفاوت إرادتهم جمع شتات المجتمع وحكم هذا المجتمع بالعدل وأن يكتمع الناس أو أن هذا الحاكم يستتبع فئات المجتمع على اختلاف وتفاوت إرادتهم واختلاف أخلاقهم ومآربهم وحالتهم فإن معظم الخبال والاختلال يتطرق إلى الأحوال من اضطراب الآراء فإذا لم يكن للناس مجموعين فإذا لم يكن الناس مجموعين على رأي واحد لم ينتظم تدبير ولم يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير ولا اصطلمت يعني اضطربت الحوزة المجتمع واستقصرت الضيضة طيب دكتور كلام مهم حقيقة لكن في العلاقة بين طرفي الحكم الحاكم والمحكم كيف راعت الشريعة هذه العلاقة بحيث لا يتغول أحد الطرفين على الآخر وخاصة من قبل الحاكم على المحكمين أو الراعي على الرعية صحيح أولا هناك إجراءات وضعتها الشريعة الإسلامية والنظام السياسي الإسلامي لهذا الأمر أول شيء الحاكم ده بيختار من الأمة لا يوجد حاكم مختار من الأمة وبيتغول على الأمة بعد ذلك من دون وجود أي اختيار محددة اجتهادية لا الوسائل المختلفة نعم قد تكون بالاقتراع السري المباشر قد تكون عبر الصناديق قد تكون كل واحد قاعد في بيته طيب بيعمل على انتراء الإنترنت ممكن يجي نظام بعد ذلك بهذا المهم يتحقق لاختيار الحر المباشر بكامل إرادة الأمة وحريتها تختار من يمثلها ويسير أمورها لأن أنا لما اختار حاكم هيكون لي الحق أن أنا أسائله وأحاسبه بعد ذلك وأمره بالمعروف وأنهاء عن المنكر جي أول حاجة أن الحاكم بيختار من الأمة تاني حاجة الحاكم هذا له وظائف وله مهمات وله مقاصد ينبغي أن يحققها من ممارسته للحكم لازم الحاكم ينضابط بهذه الأخلاق عندنا كل التشريعات الإسلامية محكومة بالأخلاق حينما نقول شريعة ينبغي أن تسبق الأخلاق الشريعة الإسلامية من الذي يراقب الحاكم؟ الذي يراقب الحاكم هي المؤسسات الموجودة التشريعية التي المنتخبة من الأمة ليس العلماء والفقهاء؟ والعلماء والفقهاء عندنا فريضة كاملة في الإسلام اسمها فريضة الأمر بالمعروف والنهاية عن المنكر ودي من ضمانات استقامة الأمة والحاكم على السواء والتي يقوم بها كل الأمة كل بحسب طاقته وبحسب المدان الذي يعمل فيه كنتم خير أمة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإحنا عندنا الحاكم بيختار تاني حاجة الحاكم نفسه مدام اختير يبقى لابد لهم من وظائف يؤديها ومقاصد يحققها من ممارسته للحكم عندنا مؤسسات تراقب الحاكم وتحاسبه ولذلك من خصائص الحكم في الإسلام وطبيعته أنه حكم شفاف وحكم يحتوي على المساءلة الأمة تسائل الحاكم من خلال نوابها التي انتخبتهم وهؤلاء النواب موجودين في التراز بصيغة أهل الحل والعاق نقطة مهمة جدا دكتور حكتن هل حدث في تاريخ الأمة الإسلامية حتى في فترات انحطاطها في المدة التي انحطت فيها الأمة الإسلامية انحطاط الحكم والقوة هل حصل أن روعي الحاكم إذا ما استبدأ وإذا ما قتل وإذا ما فعل أشياء معين داخل منظومة الحكم الإسلامي بخلاف الحجاج هل حصل أن روعي والتومست له الأعذار تحت ذريعة المصلحة مصلحة الدولة العامة شوف نحن تقصد تقول أنه هل هناك نمزج أمر المعروف ونهت عن المنكر يعني الحكام هل هناك حكام مثلا هل يوجد في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق في العلاقة بين الحاكم والمحكوم أن التمس الفقهاء أو العلماء كل الأعذار للحاكم حتى في حالة استبداده وقتله ومثلا لو مثلا سدر كما يقال في غيه في منظومة الحكم هل يوجد في الشريعة ما يبيح له هذا الاستمرار تحت عنوان المصلحة العامة أبدا أبدا لا يوجد هذا بالعكس هذا المفروض الحاكم يؤخذ على ديه ويؤثر على الحق أطرا إذا انحرف عن المقاصد التي ينبغي أن يحققها فما بلك إذا عامل على ضد هذه المقاصد ففي الحالة دي يجب عزله على طول إذا كان في الشورى إذا أهمل الشورى إذا لم يستشر أهل الحل والعاقب يعزل يعزل فعزله واجب قال لك العلماء إحنا عندنا نصوص في السنة النبوية مهمة جدا لو تسمح بدقيقة وحدة معي نصف دقيقة نصف دقيقة اللي هو سيد الشهداء حمزة الحديث المعروف ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه وأمره فقتله حديث أبي سعيد الخدري قال لا يأتين عليكم أمراء يولون شرار الناس يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا حديث آخر حديث أذكره حديث جابري بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة أعازنا الله من إمارة السفهاء قالوا يا رسول الله وما إمارة السفهاء قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهم مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي أشكرك شكرا جزيلا دكتور وصف معذرة أدركنا الوقت أعزائي المشاهدين في ختم هذه الحلقة أشكر الدكتور وصف عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية شكرا لكم إلى لقاء جديد لحول الله تعالى السلام عليكم عليكم ترجمة نانسي قنقر